مبارح كان عندنا يعني ماتش مبارح دخل التاريخ مبارح دخل ماتش امبي وفيوتشر تاريخ كرة القدم ده تالت أطول وقت إضافي على مستوى العالم في تاريخ كرة القدم تالت أطول وقت إضافي أطول وقت إضافي كان ماتش في مباراة في فلسطين وتاني ماتش أعتقد كان في أمم إفريقي وربما أوغندا أو تنزانيا طرف فيه الأولان 42 دقيقة التاني 36 التالت اللي هو ماتش مبارح مبي فيوتشر 25 دقيقة وقت بضل ضايع سابقة عجيبة ماتش بدأ 9.5 بتوقيت القاهرة 28 مايو خلص الساعة واحدة اللي عشرة لتنين 29 مايو شيء عجائب وغرائب عجائب كرة القدم في مصر وكأس مصر وعجائب التحكيم طبعا عجائب التحكيم بتكلمني إزاي يعني أيها بقولك كده وقلت الوزير كده النهاردة تكل واضح يعني ما ده من ضمن اللي هو العدالة التحكمية عدالة التحكمية محتاجة في الزبط إزاي انت فيه ماتش ده حكم مبارح لو حكم بيحكم درجة ايه درجات كرة القدم خمسة فيه خمسة كرة القدم درجة خمسة أو سادسة لو بيحكم درجة سادسة الكرة جت الحكم في رجله في الحكم ودخلت جون راح تلعب امبي اس فيوتشر ودخلت جون راح يشوف الفار بتشوف الفار على إيه هي ضربت فيك ولا ما ضربتش ده سمعت يعني الشرق الأوسط كله وانت ما حسدتش بالكورة في رجلك وقال لك راح الفار بص على الكورة ضربت ضربت انت حكم هو ده هو ده لي بيخلي الناس تسأل وقلت سادسة وزير كده الناس تتشكك هو ازاي يعني ده قالب بيه تحكيم قالب بيه تحكيم لسه بيبتدي تحكيم أول حاجة الكرة اللي أنا مش حكم لازم اسقاط في مكان الكرة اللي جات لك هيه هو ايه الحكاية فده جزء منظومة أيوة جزء من المنظومة يتصلح طبعا يتصلح مشكلة عندك في الفار عندك مشكلة في الفار عندك مشاكل كبيرة اتكلمنا على قصة دي وعلى الاتحادات من أيام هاني أبو ريدا لحد النهاردة لحد النهاردة ايه اللي حصل في المنظومة دي منظومة للتحكيم المصري زي ما انت شايف كده الحكم جري على الفار عشان يشوف الكرة ضربت فيه ولا ما ضربتش شيء عجائب وغرائب وطرائف التحكيم في مصر مع احترام لكل الحكام بس ده مشهد لا يمكن يحدث في أي بلد مشهد لقدامكو ده ضربت ودخل جون وعايز يحسب جون فطبعا أم بي هددوا بالانسحاب وتعدلوا ورجعوا بعد كده فازوا في ضربات الجزاء فازوا بعد كده أم بي وصعدوا وخرج فيوتشر التاني بقول ما هو ده جزء من منظومة الرياضة تعايز عدالة ما هو اللي مش عايز عدالة كله زي ما بقولكو بالشكل ده لازم نبقوا شايفين الكلام ده ونبقوا واضحين ترجمة نانسي قنقر